مرحبا بحضراتكم مشاهدينا من جديد طبعا ما فيه شك ان فيه كتير من التحديات اللي بتواجه الدولة المصرية واللي بتتسبب ان يكون فيه عدم استقرار عدم امان او محاولات ليه يعني هدم الاستقرار والشعور بالامن والامان داخل الدولة المصرية من اهم هذه التحديات الارهاب الارهاب ليس فقط الارهاب اللي متبثل فيه القتل والتخريب ولكن ايضا الارهاب الفكري الارهاب الفكري اللي بيعتبر اصعب انواع الارهاب ولذلك فيه مسؤولية كبيرة جدا بتقع على عاطق المؤسسات الثقافية ان فيه دور كبير جدا عليها وفكرة التوعية انها تواعي جمع الشعب المصري فئة الشعب المصري وتحديدا فئة الشباب اللي هم الاكثر تأثرا ببعض الافكار المغلوطة وبعض الامور اللي ممكن تسبب فيه احداث تخريب احداث فوضى احداث عدم استقرار داخل الدولة النهاردة عايزين نتكلم عن دور الثقافة في مواجهة الارهاب وازاي ممكن من خلال الثقافة والفكر المستنير من خلال الوعي والتوعية نقدر ان احنا ندرك خطورة الفترة الراهنة ندرك خطورة الارهاب والتحديات الصعبة اللي بتواجه الدولة المصرية دفي الكريم اللي بيشرفني فيه هذه الفقرة هو الاستاذ وليد الرمالي الكاتب الصحفي اهلا بك افندم سبعة اهلا بك افندم زي حضرتك زي حضرتك احنا تمالي بنتكلم على ان درودة الحرب الفكري على الارهاب لان الحلول الامنية وحدها لا تكفي طبعا الامن ربنا يعينه بس الحل الامني لا يمثل اكتر من خمسين في المية فقط من مواجهة الارهاب لابد من مواجهة الارهاب فكريا وزي ما انت شوفني المواطنين لما اقتنعوا بخطورة الارهاب بدأوا يخشوا على خط المواجهة لو تتذكري حادثة مرمينة جرجس المواطن اللي هو اللي قدر يسيطر على الارهاب ويمسكه صحيح وهكذا انا بس حابب اقول ان اخطر حاجة في الارهاب مش الارهاب الفكري هو الارهاب محتاج حرب فكرية لكن الارهاب هو بس مشكلته انه هو بيبدأ بعملية غسل ادمغة الارهابي فما يقنع طفل عنده 15 سنة انه هو يفجر نفسه في اي منطق اقنعه بهذا اقنعه ازاي فاحنا بنقول ان جماعة دول الارهابيين بيلعبوا على عقول الشباب صحيح فاحنا بنحاول ان احنا في المقابل الامن ياخد دوره والامن العملية سنة 1880 زي ما حضرت كما تعلمين ايما بدورها كما يجب ورجال الشرطة والجيش البواسل ايما بشغلهم لكن احنا كمان واجبنا نساعدهم واجبنا كمثقفين وكصحفيين نساعدهم انا كتبت اكتر من مقال في الجمهورية والدستور بنادي بقصة الحرب الفكرية على الارهاب لان المناطق اللي عندنا في مصر هو وفقا لنظرية صدم الحضرات ونظرية هنتينجتون الدول تتأكل من اطرافها فلو تلاحظين الارهابيين بدأوا يشتغلوا شانتعافس ان هو شغل منظم بدأوا يشتغلوا على الاطراف على سينة على السلوم على الاماكن اللي في الاطراف على الاماكن الوحاة وهكذا طيب البيئات اللي موجودة في هذه المناطق الحدودية هي بيئات في جزء منها بيئات حاضنة للارهاب بمعنى بيئات منتشرة فيها الفقر والجهل والمرض طيب احنا هنا بنشتغل دلوقتي في الدولة على محاربة المرض زي حملة مئة مليون ساحة بتاعت الرئيس بنعمل مشاريع للناس فبنحارب الفقر المهم دلوقتي التوعية الثقافية لان التوعية الثقافية هي اللي ممكن تقدر نقدر نكسب بها المناطق دي هي بيئات حاضنة للارهاب بعضها طبعا احنا ما نحولهاش الى بؤر ارهابية صحيح طب وهي بيئة حاضنة للارهاب نقدر نشتغل عليها نشتغل عليها فكريا ده بقى دور علماء الأظهر الشريف دور المفكرين والمثقفين انت تعلمي ان هم لتذكري المقولة بتاع الجبلس هو زي اعلام هتلر عندما اسمع كلمة ثقافة اتحسس مزدسي احنا دون ان احنا ننمي الثقافة والوعي عند الناس انا اقول لحضرتك بس موقف شفته بعيني وانا بغطي مهرجان دولي كان معمول في برسعيد فاتذكر ان شفت واحد بدق ملتاحي دقنه لغاية باطنه ده خلاص ما تخنعنيش ان هو مش فكره يعني على الاقل مش متشدد وفجئتي بيه بيرقص رأسة البنبوتية مع الناس بتوعي السمسمية طب هو بيعمل كده انا صحبت عليه وكلمته هو بيعمل كده هو تربف بيئة اللي هي منطقة برسعيد تعافي برسعيد اتربف بيئة شايفة ان الغنع السمسمية ورأسة البنبوتية مش حرام مش عيب فهو بيعمل حاجة مقتنع تماما رغم ان هو مراب بدأ انه قد كده ومراته رابس انقاب يعني هو ملتزم بشكل جداعي مش اقول متطرف بس هو مقتنع بان ده مش حرام اذا يعني فيه فرق بين الالتزام ان شخص ملتزم ايه اللي فيه فرق بين شخص متطرف لا البيئات اللي ممكن نتربى فيها بطريقة معينة تقدر توصل الناس ان يبقى عندها نوع من الفكر المعتادل بمعنى انك عمرك عمرك سمعت ان فيه ارهابي بيعزف مزيكة عمرك سمعت ان فيه ارهابي بيغني او بيرقص او حتى سمعت ان فيه اي ارهابي مبدع هم بيعملوا على قتل الابداع والثقافة عندهم عشان تبقى آلات او روبوتات تنفذ ما يطلب منهم احنا دورنا كمجتمع كمثقفين كنغبة مثقفة كصحفيين كألمين زي حضرتك ان احنا نزيد من هذا من الوعي الثقافي نحاول نعمل على زيادة توعية المواطنة ونهتم بفئات معينة زي فئات الشباب حضرتك زي ما تشوفي السيدة رئيس السيسي فيه اكتر من مؤتمر مهتم جدا جدا بفئة الشباب صحيح يعني انا اعتقد في الفترة ان احضرت فعاليات كتير تبع الرئاسة منذ منها ممتدر الشباب العالم الكوميسة مصر تستطيع كل الفعاليات بلاستثناء اللي حصلت لابد ان تجدي في جزء للشباب اخر فعالية حضرناها كتلمنتدى العلمي للتعليم العالمي وبحث العلمي في العاصمة الادارية الشباب لهم دور والله يوم في فتح المسجد والكنيسة الرئيس كان موجود كفي مجموعة من الشباب الازاري موجودين رئيس بيولي اهتماما بفئة الشباب وهو ده اللي مطلوب بقى ان يبقى سيستم عام للدولة ان نهتم بالشباب نحاول نزود ثقافتهم نزودوا عيوهم نزود فكرهم لان الثقافة والفكر هم اقوى علاج الارهاب زي ما قلنا الارهابيين بيلعبوا على غاسل ادمغة الشباب احنا نحاول من ناحية تانية خلاص طمع ادروا يخسروا دماغهم وممكن في حل يعني احنا نلعب برضو على النقطة دي نحاول نستفيد من هؤلاء الشباب بتغيير الامات الفكرية التي يحاول الارهاب طبعهم عليهم طب استاذ وليل حيك قلت انه البيئة الحضنة للارهاب بينتشر فيها الفقر والجهل وهكذا هو الفقر والجهل ومرض بيحول ده البيئة حضنة للارهاب تمام هل معنى كده ان اي شخص او اي شاب بينصاق وراء الفكر المتطرف لازم يكون بيعاني من ظروف اقتصادية صعبة ظروف اجتماعية سيئة لا بس لازم مافيش قدر من التعليم والثقافة لازم تعترفي بان هو سبب من الاسباب انه سبب رهيب صحيح اه لكل قاعدة استثناءات لا طبعا لكل قاعدة استثناءات بس ما تقنعنش ان بيئة فيها فقر وجهل ومرض يعني احنا نقنع الناس بان ده صح وهو ده لو صح ما كانش البلد عمله حملة 100 مليون ساحر رئيس تبناها بنفسه ومبررة حياة وحملات لتشغيل الشباب ليه لان انت لما تحط شاب في سن معين مش قادر يتجاوز مش قادر يشتغل مريض ابوه وامه مرضى قدامه او توفه بمرض ما هيبقى نقم على المجتمع الدولة بتسعى بالفعل لانها ما توصلش اي قطع من الشباب لكده لكن الجامعات المتطرفة استغلوا الظروف اللي موجودة في بعض المناطق وبدأوا يتلاعبوا بالناس طبعا لا نمكن ان الدولة لها جهود وبدأت تسعى وعايز اقول بعضه حاجات بعضه الطم من الناس يعني مثلا وفقا لتقرير هالعمل للإستعلمات والارقام العملات الإرهابية 2014 بداية العمليات لما حكم المخلوع مرسي انتهى وجماعة الإرهابية تخلصنا منها كان فيه 222 عملية إرهابية 2016 كان فيه 150 عملية إرهابية 2017 كان فيه 50 عملية إرهابية 2018 كان فيه 8 عملية إرهابية منهم اتنين تم القبض على منافذيهم قبل ما يتم عملهم والستة عمليات البقين فيهم خمس عمليات بانتحارية يعني كده الخواجة فلت زي ما بيقولوا 2019 زي ما حردك شايفها هي عمليات بغرض إظهار الوجود لو حللنا وجهة نظر الإرهابي أو الفكر الإرهابي اللي بيأصل تفوق انه بيعمل ايه ييجي ليه تمترشهاب العالم رحوهجمين على دير أمبا سامويل ناس في أمان الله ماشية أقباط يضربوهم ييجوا مثلا الرئيس افتتح مشروع بشار الخير وافتتح الصوبات في الزراعية في العاشر والله أنا كنت قاد اشتلاق لأي حادثة تعكر الصف تعكر الصف العام وما تحسسكيش بمتعة الوضع اللي انت فيه يعني أنا كنت في القناة العربية في تونس مش قادرة وصف لك الناس برا وفي كل بلد بنروحها والله الناس بتحب مصر ازاي كان كل قنوات التلفزة التونسية ده المصطلح بتاعهم يعني مكتوب عليها عشرون رئيسا عربين هم مكملوش عشرين طبعا عشرون رئيسا عربين يستعدون لحضور فعاليات القمة بينهم الرئيس السيسي كانش بيوذكر اسم عد غير رئيس السيسي وغير مصر رئيس السيسي قيمته من قيمة مصر مصر هي قلب الأمة العربية فبالتالي احنا لابد ان احنا زي ما مصر بتسعى لانها تعمل انجازات وخطوات لقدام وخطوات إصلاح اقتصادي بتفجئ في النهاية ان في ناس بتحاول تعكر الصف والعام فتعمل عملية يعني زي ما قلت حضرتك الإرهاب تنازليا من 2014 222 عملية لغاية 50 عملية في 2018 واحنا في 2019 هي نفس القصة قصة الإفلاس اللي بيعاني منها الإرهاب في مصر ومحاولاته الظهور وتحكير الصف والعام لا أكثر ولا أقل لكن هو الإرهاب في مصر ان شاء الله هيندحر صحيح زي ما رئيس قال في احدى كلماته قالنا ما قدرش أعودكم من موضوع انتالي الإرهاب ظاهرة عالمية لكن احنا نقدر نوع للناس بس النسبة كبيرة الحمد لله نسبة كبيرة من قضاء على الإرهاب في مصر لتمن عمليات ده إنجاز قوي جدا يعني طب ازاي أستاذ وليد الثقافة تقدر تشكل الرأي العامي الإيجابي في المجتمع ازاي؟ ايوة زي ما احنا قلنا الثقافة الثقافة هي اللي بتحرك الشعوب الثقافة بتشمل حاجات كتير جدا انت لو ربيتي شاب وعلمتيه زي ما كان المادة اللي كانوا ساعد بيتطالي يعني لك مادة الأخلاق لا مادة الأخلاق مهمة انا مش شاف انها مش مهمة هو الصعب انك تحرط شاب على التطرف دينيا سواء مسيحي او مسلم لا التطرف مرفوض تماما لكن انا زي ما بعلمك دينك الاسلامي وعلمك دينك المسيحي اعلمك الوحدة الوطنية ازاي؟ اعلمك ثقافة الجوار ازاي؟ يعني لو تلاحظي ثقافة مصر نفسها في التعامل مع الدول المجاورة نحن بنعمل على عدم التصعيد ضد اي دولة هي نفس الثقافة المطلوب كل مواطن يتعامل بها مع جاره سواء اللي اختلف معاه في المذهب او في الدين او في العمل او في المحافظة احنا شوية ساعات بنختلف مع بعض بشكل صعب قوي تشوفي ماتشوطة الكرة ساعات بيحصل ايه وصلنا ان احنا ما عندناش ناس بتفرجع ماتشوطة الكرة شوية لما بنختلف ساعات الناس بتؤجج الصراعات اللي بيننا سواء بين المحافظات وبعدها بين العندية الرياضية وبعدها الفكر المتطرف ده مرفوض تماما مش المتطرف بس هو الفكر الالهابي لا فكر المتطرف الفكر الالهابي ده ليه اصول لاصول ان انت لما تساعد ناس على انها تتطرف ضد مشجعي نادي تاني او محافظة تتطرف ضد مواطنين من محافظة تانية كل ده مرفوض تماما او شباب مدرسة تتطرفوا ضد شباب مدرسة جنبهم ده هي الفكرة ان احنا نحاول نحارب الفكر المتطرف عملا او ازاي تتقبل الاخر احنا لازم نتقبل الاخر مهما اختلف عندنا في الجنس والدين والمذهب والنوع زكر او انسة هو قصة الثقافة عمتا لقداننا ننشر الوعي الثقافي بين الناس في كل القطعات نبدأ بالشباب لانهما الامل انا هتذكر كلمة الرئيس السيسي قالها حاجة جميلة جدا انا ابني عنده 16 سنة ما شاء الله ربنا خليك الرئيس السيسي كان بيقول ان الشباب اللي عندهم 16 سنة شوفت ياموا بالسن ده ازاي هما دول اللي كان عندهم 8 سنين لما امن صورة يناير فالشباب دول بيتم يتلعب بعقولهم دلوقتي مع العلم ان هم دول الامل هم دول اللي كمان سنتين هيبقوا في الحربية وفي الشرطة هو ده الجيل قادم فاحنا لازم نهتم فعلا كده ان السياسة العامة للدولة زي ما الرئيس بيقول انك تهتم بقطاع الشباب مش قطاع الشباب اللي عنده 25 سنة انا ما سيبوش لما يخلص الكلية ويطلع لي خلاص فكر وتطرف وابدأ انا اصلح فيه ده ده اصلا علميا بعد 21 سنة فكرة ان الشباب يبدأوا حياتهم العملية بدري يبدأوا حياتهم وفكرهم يبقى مستنير وعندهم حب للبلد هو الشاب لو طلع عنده حب للبلد ده شيء عظيم جدا هيبدأ ينتج ويبدأ لكن لو طلعت الشاب مجموعة من المسلسلات والافلام احنا برضو فيه نقطة مهمة جدا بدون ذكرى اسامي يعني فيه احد الفنانين او عدد من الفنانين بس فيه احدهم تحديدا افلام كلها بتحرد على البلطاجة والعنف ومسلسلات كده برضو المحتوى اللي بيقدم المحتوى اللي بيقدم المحتوى المقدم حتى لو انتهت النهاية هو انت تقعد مثلا 29 حلقة ونص او 29 حلقة وثلاثين بعد حلقة الثلاثين بتعمل اجرام وتيجي في الربع الاخير من الحلقة الثلاثين اللي حلقة الآخر حلقة تعمل لي موقفين انسانيين او انا كده او انت كده بتحرد على الخير ابدا انت الفكر الارهابي نفسه غلط ان في بعض المحتويات الاعلامية اللي بتقدم اساسي يعني بتنمي عند الاولاد فكرة العنف وفكرة القتل وهكذا كمان دلوقتي بقينا نشوف ما ليش من خلال التكنولوجيا الفيسبوك المواقع اللي على الانترنت الالعاب الالكترونية اللي بقيت موجودة كلها بتدعو للعنف والقتل وفي لعبة شبيرة خلينا نخدها حتى حتى بداتوا تدولة جدا بين الناس نخدها الاول احنا قلنا الاول ايه المحتوى الاعلامي اللي بيقدم خلال الدراما او الافهام فكريني بس حاجة حاجة المحتوى الاعلامي اولا فيه لازم نعترف ان فيه خطأ مننا كاعلاميين في النقطة دي بمعنى ان فيه عديد من القنوات اللي بهدف الشو الاعلامي او الانفراض الصحفي او الصبق الاعلامي تجيب حد ارهابي فتجيبه قدامك تطلعه على الشاشة تتحور معه تحور ايه فيه ناس بحسن ان ايه من انا كاعلاميين بيعملوا ايه او ما يحصل عاملية ارهابية صغيرة جدا تلاقي الدنيا قامت ما قاعدتش قامت ما قاعدتش فانت بتعمل شو للحكاية يعني انا متذكر مثلا من سمعت كلمة برا مصر ان ايه انتو مشين في الشارع عالي يا عم تعال اشوفوا انا بحسش بقى انا مشفتش اي حاجة يعني الحاجات دي مثلا ممكن تبقى حاجة كده عرضا انا عايز اقولك على حاجة ان الجامعة الارهابين دولت سابونا احنا نلعب في الفيسبوك والواتس والكلام دوت وعملوا هم شبكات داكنة سوداء وتطوروا وتطور غير عادي جدا واحنا لسه بنتكلم معدوش اصلا بيستخدموا قصة الفيسبوك رغم ان فيها لسه في شبكات هداموا جوا لكن هم بقى ليهم شبكات تانية ومجتمعات مغلاقة احنا لسه مش بنتعرف عليها دي حاجة تعالي خش على العلعاب الالكترونية العلعاب الالكترونية دي دي نتيجة احنا كأب وام انشغلنا بمشاغل الحياة وسبنا ابن لانا المفروض ان المحتوى اللي ابني بيشوفه لازم اتابعه فيه دي نوع شاف محتوى مخل ايه انا لازم اعمل ايه لازم اتابعه فكرة الرقابة اللي بيحصل دلوقتي انه مش قصة انه بيلعب لعبة هم ببرا الفكرة الارهابي ده متطور يعني والارهاب ده من ضمنه ان انا اجي على الطفل الصغير او على الشاب طب سيب الشاب دلوقتي وهط الطفل الطفل اللي بيعمل ايه بيلعب العاب بانترنت وابو امه بيسيبوه طب خلص نجيب الطفل ده ونعمله العاب نوصل الطفل فنان نوقف على بصورة بلكونة ونوط من البلكونة ان هو يقطع ايده وده حصل حصل فعلا احنا محتاجين ان احنا نهتم بالشباب محتاجين نهتم بأولادنا لو كل واحد فينا بدأ بنفسه وبدأ ببيته وبدأ باستدته هيبقى المجتمع كله هتقدم واتطور حاج شايف قد ايه في دور مهمة كمان من اتجاه المؤسسات الدينية لفكرة توعية الشباب انه اللي بيحصل والوضع وان احنا مهما حصل مش هينفع يكون فيه بيننا فرقة او انتصال يعني لازم نعترف في المقولة الشهاية الدين هو افيون الشعوب صحيح تمام فالوقت المؤسسات الدينية هي مؤسسات لها قبول ولها حضور عند الناس سواء الازهر او الكنيسة اي حد منتمي لدينه ومنتمي الوطنه بيتقبل الكلام يعني انت مثلا في فترات الحروب حالة بتاعتها سبعين والاستنزاف وكده كان المحتوى اللي بيقدم ايه للجنود كان المحتوى اللي بيقدم للجنود ان الدين بيحصك على انك انت تدافع عن وطنك واتحارب عنه واللي بيقتل في سبيل الوطن بيبقى شهيد فانت بتخنع انسان ان هو يستشد في سبيل وطنه وهو راضي واهله راضين اذا دي اقوى حاجة ففي المقابل الدين برضو يقدر بسلطته الروحية على الناس سواء في الازهر او في الكنيسة يقدر يوصل الناس دول لحاجات كتير جدا في مصلحة البلد فاحنا محتاجين ده اكتر من الاوب هلو استاذ واليد الاسرة بما ان هي المؤسسة الاولى التربوية عليها عامل كبير جدا عشان تخرج ناش يعني ناجح في تطوير ما يندركش وراء الافكار المغلطة اللي بيتم ترويجها واللي طبعا يعني الارهاب من اكتر حاجات اللي بتأثر على الاولاد استاذتي هي الاسرة هي نموذج مصغل الوطن الام صحيح الوطن مطلوب منه ان هو يعلم ابناء ويتابعهم يحفظ عليهم الوطن هيعمل كده ازاي او الدولة هتعمل ازاي من غير كل اسرة الاسرة عليها دور ان ابنها يتم تربيته تربية روحية اللي هي التربية الدينية يتم تسقيفه زي ما قلنا الولد لو تعلم مزيكة لو تعلم كمانجة لو تعلم شهر لو لعب رياضة خلاص مش هيفكر الافكار الارهابية دي انك عمرك ما سمعت ان الارهابي مبدع الارهابي غير مبدع اساسا فالاسرة عليها هذا العامل الاسرة عليها الدور انها تشوف اطفالها وابنائها بيلعبوا ألعاب ايه من عند الالعاب الصغيرة من عند الفكر من عند صحابهم اللي بتصحبوا عليهم لو الطفل أو الشاب تصدق على رفيق سوء أو حد بيقتنع افكار متطرفة مين اللي هيعرف كده الدولة نعم ولا الاسرة الاسرة هي نموذج مصغر الوطن بس الاسرة هي نموذج الاقوى احنا نتمنى استاذ وليد ان يكون فيه ادراك لما يحدث في مصر يكون فيه مواجه حقي الارهاب وثقافة اكيد ليها دور كيبر جدا في التوعية بشكر حيك جزيلا على وجودك معنا النهاردة وشكرا أستاذ وليد الرمالي الكاتب الصحفي شكرا لك فانتم شكرا لك فانتم مشاهدينا بكده ونصلنا لاختاب حلقتنا النهاردة بشكركم على حسن المتابعة بشكر كمان زميل عاصم الشندويلي وغدا ان شاء الله يتجدد لقاء حضرتكم وحلقة جديدة وساعة صبحي شكرا وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة